بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند تلك الصورة الوضيئة التي جاءت في كتاب الله في سورة الحشر المباركة لكل الأجيال التي لحقت بذلك الجيل الأول الفذ في صفاته وقيمه ومبادئه وأخلاقه ذلك الجيل الذي عاش أصنافا متعددة من التحديات والصعوبات والظروف المعيشية التي لم تكن بالسهلة مطلقا بكل المقاييس والمعايير إلا أنه على الرغم من كل تلك الصعوبات استطاع أن يجابها ويتجاوز هذه العقبات ويجعل من قيم القرآن وأخلاقياته أنموذجا في واقع الحياة التي كان يعيشها ما كانت حياتهم ضربا من الخيال كانت واقعا معاشا هذه الصفات العظيمة التي جاء القرآن بذكرها أكد لنا في أكثر من موضع وفي هذه الصورة تحديدا أن وجود هذه النماذج ونقل هذه الصور في كتاب الله جل شأنه ما جاء من باب تقديس شخصيات أو تمجيدها خاصة وأننا نعلم جيدا أن هذه الشخصيات لم تذكر أسماؤها في كتاب الله جل شأنه إذن المسألة ليست تمجيد شخصيات المسألة أن القرآن أراد أن يقدم لنا هذه النماذج وهذه الصور وتلك الأخلاقيات حتى نتعلم من خلال النظر في سيرتها وفيما قد جبلت عليه من أخلاق وفيما صقلها القرآن من مبادئ وقيم كيف نسير نحن في حياتنا التي نعيش بمعنى آخر الحاجة إلى وجود نماذج سابقة وشخصيات يحفظ لنا القرآن العظيم سيرتها أمر في غاية الأهمية ذا كأنك كإنسان كفرد كمجتمع تحتاج إلى ذلك النموذج خاصة وأن العديد من الناس اليوم حين يشعرون ببعض التحديات والصعوبات يقول لك أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى وأؤمن بكل ما جاء في كتابه وأؤمن بأن الصدق من جاء وأؤمن بأن الأمانة فرد وأؤمن بالعدل وأؤمن بكل قيم القرآن العظيم ولكن التحديات التي أمر بها تجعل الثقل والحمل الذي يقع على عاتقك فرد لا أستطي أن أقوم بها لا أستطي أن أنفذها الصدق على سبيل المثال الأمانة الوفاء هذه القيم أصبحت في كثير من الأحيان وكأنها عملة نادرة في المجتمعات المختلفة الرد بسيط حين تأتي إلى هذا القرآن الكريم وتجد هذه النماذج كيف أعطت كيف بذلت كيف آثرت وهي لا تملك في يدها إلا القليل كيف كانت تنفق بسخاء كيف كانت تبذل كيف كانت تقدم التضحيات تتراجع من هذا القول وتدرك تماما أن هناك نماذج من البشر عاشوا كما نعيش واجهوا صعوبات وتحديات كما نحن نواجه اليوم ولكنهم ببشريتهم وإنسانيتهم ومراحل الضعف التي يمر بها أي إنسان استطاعوا أن يتغلبوا على تلك الظروف فلما ننظر في سيارهم ولما نقرأ في كتاب الله ونجد تلك النماذج نعود مرة أخرى إلى أنفسنا وندرك أن التحديات جزء من الحياة الإنسانية على هذه الأرض وأنهم كما أنهم تمكنوا واستطاعوا أن يعطوا ويقدموا ويبذلوا بسخاء نحن كذلك نستطيع أن نقدم لملاء ولذلك القرآن العظيم في سورة الحشر وفي الآية بعد التي تحدثت عن النموذج في المهاجرين والأنصار جاءت بالحديث عن الأجيال اللاحقة والذين جاءوا من بعدهم وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن في آية واحدة فصل الخطاب في علاقة الأجيال اللاحقة بالأجيال السابقة علاقة احترام وعلاقة تقدير وعلاقة دراسة ونظر واعتبار بما قد حدث بينهم هؤلاء بشر أصابوا وأخطأوا هناك العديد من المواقف المختلفة التي لا يخلو منها تجمع بشري تحدث فيها خلافات تحدث فيها بعض النزاعات ليس الإشكالية في حدوث ذلك ولكن الإشكالية في كيفية التعلم والنظر والاستنتاج من تلك المواقف وعدم تكرار الأخطاء التي قد وقع فيها الآخرون مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لسنا بقضاء ولا نحكم على نوايا الآخرين ولا نقاضيهم ولا نحاسبهم وإنما نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وذكرنا فيما ذكرنا أن هذه العلاقة التي ينص القرآن عليها في علاقة الأجيال اللاحقة بالسابقة علاقة نزيهة علاقة وضيئة علاقة لا بد أن تكون لأجل أن نسير في حياتنا وفق تلك النماذج لأجل أن نتعلم لأجل أن نفهم القرآن لا يريد منا أن نعيش قطيعة تاريخية مع أجيال سابقة ولا أن نتشر الماضي ونعيش في فلك الدوران في تلك النماذج المختلفة وما دار بينها ونحاسب ذاك ونقضي على ذاك ونسب هذا ونلعن هذا هذا ليس بموقف هذا ليس بموقف لأولئك الذين تبوأ الإيمان في قلوبهم من علامات ومؤشرات ودلائل إيمانك وتبوء الإيمان فيه أنك حين تنظر إلى تلك التجارب السابقة تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم وذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن ما أكده القرآن في أكثر من موضع وفي السورة المباركة من أهمية تسكية النفس ومجاهدتها للتخلص من شحها ولا يأتي بذلك إلا المفلحون أنك تنظر إلى تلك الأجيال بذلك المنظور منظور الاعتراف بالجميل منظور الثناء وفي ذات الوقت التعلم من الدروس والنظر إلى الأمام والاعتبار بما حدث ويحدث في مجتمعاتنا كذلك وإذا بالقرآن العظيم كعادته في أساليب الخطاب ينتقل بنا من تلك الصورة المضيئة المشرقة إلى صورة أخرى مناقضة تماما لذلك صورة المنافقين صورة الإزدواجية صورة أولئك الجبناء الذين ما استطاعوا أن يصرحوا لا بإيمانهم ولا بكفرهم وصفهم القرآن في أكثر من سورة وفي أكثر من موضع وخصص لهم سورة بأكملها سورة المنافقون ولكن كلما نظرنا في سورة خاصة من السور المدنية وجدنا أن القرآن يقف بنا على مواقف المنافقين وصفاتهم وأساليب تعاملهم وذكرنا فيما ذكرنا سابقا أننا حين ننظر إلى هذه الآيات ونتدبر فيها لا بد أن ندرك حقيقة مهمة ألا وهي أن القرآن يأتي في الوقوف على مواصفات هؤلاء القوم من باب التحذير من شرورهم من باب التحذير من خطورة النفاق ذا كأن النفاق لا ينحصر لا في مجتمع ولا في بيئة ولا في زمن ولا في سياق معين موجود في كل مكان موجود في كل مؤسسة قد يكون موجود حتى في كل أسرة في كل بيت في كل مجال من المجالات الإنسانية فالقرآن حين يقف بنا بآليات التعامل مع هذه الأصناف ويحذر من مغبة الوقوع في صفاتها يريد منا أن نلتفت إلى أنفسنا يريد منا أن نبحث في سرائرنا يريد منا أن نتخلص من كل أشكال الإزدواجية والنفاق نفاق أشكال أنواع نفاق أعتقادي ونفاق قولي ونفاق عملي وسلوكي أشياء مختلفة أنت كلما بحثت في أعماق نفسك وبدأت بعملية تسكيتها وتخليصها من شحها كلما ترقيت في مجالات البعد عن النفاق وصفات المنافقين قال ألم تر إلى الذين نافقوا وذكرنا في مرات سابقة في تدبرنا لسور القرآن أن كلمة ألم تر تريد منا والخطاب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أولاً وابتداءاً تريد منا أن نجعل من هذه الحقيقة التي ينص القرآن عليها وكأنها حقيقة مرئية نبينا عليه الصلاة والسلام ما رأى المنافقين وهم يتآمرون مع اليهود من بني النظير ما رأهم وهم يسرون إليهم بالمود ما سمع مكائدهم ولا وقف على دسائسهم ولا مؤامراتهم والقرآن حين ينقلها إليه يريد أن يقدم هذه الصورة وأنها حقيقة حقيقة لا ما فر من تصديقها والإيمان بها والسير على هداها وتقدير المواقف المختلفة ورسم الاستراتيجيات في التعامل معها وفق هذه الحقائق التي جاءت في كتاب الله فكل ألم ترى اعلم أنك قد رأيت وأيقنت وآمنت وسمعت حتى ولو أنك لم تسمعها حتى ولو أنك لم تقف عليها بأم عينيك ولكن القرآن وما ينقله من أخبار حاضر عن هؤلاء هذه حقائق هذه يقينيات هذه أمور ينبغي التسليم بها قال ألم تر إلى الذين نافقوا تدبر معي في القرآن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أسماء ورد في ذكر سبب النزول لهذه الآية أن الآية نزلت في رأس المنافقين وفي المدينة وكيف أنه كان يذهب إلى بني النظير ويوغر صدورهم للتآمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنقض العهد بينه وبينه والخروج عليه وإثارة الفتن وهكذا كان دأبه ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خاصة وأن سياق الآيات في القرآن جاء في الحديث عن فعل ألم تر إلى الذين نافقوا هؤلاء من المنافقين الذين يعيشون تلك الازدواجية وذاك الاضطراب يضمرون الكفر ويظهرون الإيمان يضمرون الكراهية والعداوة والبغضاء للمؤمنين ويظهرون الوفاء والولاء هذه الازدواجية وذاك التذبذب جعل بهم أناس لا يمتلكون ثقة لا في أنفسهم ولا في غيرهم ولا ينبغي لعاقل لا من اليهود ولا من الشرق ولا من الغرب أن يثق بمنافق ذاك أن المنافق ليس له موقف ليس له شرع إلا شرعة هواه ومصالحه الآنية العاجلة الذاتية لا يستطيع أن يرى أبعد مما يراه ولا حتى بشبر وأحيانا لا يرى ولا حتى ذلك الشبر من أين جاء ضيق الأفق وذلك القصور في النظر عند المنافق منافق إنسان متذبذب إنسان جبان إنسان لا يمتلك الشجاعة حتى ولا في إظهار ما يؤمن به ولا ما يشعر به ولا ما يحس به هو في حد ذاته لا يعرف كيف يفرح ولا متى يفرح ولا متى يحزن ولا متى يظهر ولا متى يضمر يعيش جحيما من التذبذب والاضطراب والازدواجية نقلها القرآن بعظم صورة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وتدبر معي في القرآن مقابل تلك الصورة التي رسمها لأولئك المؤمنين وأخوة الإيمان التي جمعت بينهم وتلك الأخوة التي ما كانت تنحصر أو تخضع لمتغيرات من العطاء المادي ولا غيرها ولا ظروف مختلفة أخوة الإيمان التي جمعت بين المهاجرين والأنصار وأعززها القرآن وأراد أن تكون في كل مجتمع يؤمن بالله ورسوله وأعطى الوسائل والآليات لذلك هذه الأخوة لا تخضع لمتغيرات ولا لمصالح ولا لتقلبات الظروف والأحوال ولا لأنك غني ثم افتقرت ولا لأنك مسؤول ثم لم تعد مسؤولا ولا لأنك صاحب جاء ثم لم يعد لديك منصب أو جاء لا تخضع لكل هذا شيء مطلق شيء مطلق لماذا؟ لأنه قام على أساس الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يخضع لقيمة الإيمان قيمة الإيمان التي ليست بقيمة متقلبة ولا متغيرة يبتهون فضلا من الله ورضوانا في المقابل هؤلاء من المنافقين جمعتهم مع أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب أخوة الكفر ولنا أن نتساءل وفي أخوة كفر نعم بمعنى آخر أن القرآن يريد أن يبين لنا أن جميع العلاقات الإنسانية في كل مجتمع في كل زمان في كل بيئة لا يمكن أبدا أن تكون بعيدا أما يعتقده الإنسان في ذاته وفي نفسه دعك من الشعارات ودعك من الإدعاءات ودعك من كل أولئك الذين يروجون ويقولون دعوا الدين جانبا ودعوا ما لقيصر لقيصر وما بعد ذلك ما يكون في حياتنا وفي اقتصادنا وما شابه دعك من كل هؤلاء الأمر ليس على ما يقولون ولا وفق ما يدعون واقع الأمر أن ما يعتقده الإنسان في ذاته ومعايير الإنسان وقيمه ومبادئه التي يؤمن بها هي التي تؤثر في علاقاته الإنسانية إجابا أو سلبا وهؤلاء من المنافقين لا عقيدة لهم شرعتهم الهوى تسيرهم أهواؤهم وبالتالي يؤاخون من يؤاخون وفق مصالحهم الآنية العاجلة فأصبح الذين كفروا من أهل الكتاب إخوة لهم على أي أساس قامت هذه الأخوة على أساس سيوضحه القرآن العظيم أنهم جميعا عادوا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا شيء آخر بمعنى آخر أخوة مصالح مصالح مشتركة جمعتهم المصالح جمعتهم المصالح الدنيوية الآنية العاجلة فأصبحوا إخوانا ولكن القرآن سيعطيني نماذج وتفاصيل أكثر فأكثر وأعمق عن طبيعة هذه العلاقة في الظاهر وفي الباطن ولنا أن نتساءل القرآن يزودني بكل هذه المعلومات لماذا؟ حتى يصبح لدي وعي وحس في التعامل مع الأمم والتحديات الخارجية المختلفة ولا أي جهاز معلوماتي يستطيع أن يمكنك مما أعطاك القرآن من معلومات في هذه السورة المباركة حول ذلك الخندق الذي يتجمع فيه أولئك الذين يعادون الله ورسوله يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب تدبر معه يقولون إذن هؤلاء بضاعتهم الأقوال بضاعتهم الكلام ونحن قلنا ونقول دوما أن المنافقين في كل عصر وزمان ومؤسسة ومكان لا بضاعة لهم إلا الكلمات ولا مبدأ لهم إلا الشعارات والمصالح الزائفة المتغيرة يعطوك من طرف اللسان حلاوة تسمع إلى أقوالهم تعجبك وتنزل في قلبك أيما منزل وقد يتواهم الإنسان الذي لم يتفطن وفق ما يفطن القرآن أصحابه ومن يتدبر فيه قد يتواهم هذا الإنسان أن هذا المنافق أقرب إليه من كل أخ أو قريب وأنه هو رمز الوفاء والولاء والإخلاص فإذا ما أراد مشورة شاور ذلك المنافق وإذا ما أراد أن يسر بشيء أسر إلى ذلك المنافق أفسدوا وخربوا كل مؤسسة كانوا فيها ويشعلون نيران الفتنة في كل مكان يكونون فيها ويلهبون ويسيطرون ويغيرون على كل كبير ومسؤول وصاحب منصب بشعاراتهم الزائفة وعباراتهم المزينة المنمقة التي لا تخلو من عسل وسم قد دس في ذلك العسل هذه طبيعة المنافقين فتدبر معي في دقة المفردات القرآنية يقولون لإخوانهم والسؤال الذي يطرح نفسه الإنسان حين كالمنافق يقول كلمة وما ضره أن قال كلمة ولا عشر ولا ألف كلمة الكلمة بالنسبة له لا تعني شيئا ولذلك أربط نبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن علامات المنافق إذا حدث كذب إذا حدث كذب لماذا إذا حدث يكذب؟ لأنه بالنسبة له الكلمة ليست مسؤولية ليست أمانة لا يرى بأن هناك أي إشكالية أن يقول لك ألف كلمة وكلها خالية من الصدق والحقيقة لا يفهم معنى أمانة الكلمة بخلاف المؤمن المؤمن لن يقول لك كلمة إلا وهو يكون شاهدا على تلك الكلمة يعلم أن الكلمة ليست مجرد حروف ولا مقاطع وأن الكلمة مسؤولية وأن الكلمة أمانة فإذا قال لك أصبت فهذا يعني أنه يشهد لك بأنك قد أصبت أما المنافق ممكن أن يقول لك أصبت وأنت غارق في الخطأ من رأسك إلى أخمص قدميك لا يهمه بضاعته تزييف الحقائق تدبر معي في المعاني وتدبر معي واربط في الواقع الذي أنت تعيش فيه قرآن نزل لأجل أن يجعل منا نحن ونعالج الواقع الذين عيشوا فيه يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم تدبروا معي يعطون ويملون على هؤلاء من الوعود والعهود والأيمان المغلظة نحن معكم نحن ظهير لكم نحن السند نحن العون نحن النصراء نحن 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 هل ثمت إلزامات وحقوق على هؤلاء من المنافقين؟ إطلاقاً لا يلزمون أنفسهم بشيء المهم أن يقول الكلمة وأينما ذهبت تلك الكلمة؟ وأينما رأى ملامح المصلحة قد لاحت؟ ولا رأسه وكأنه ما قال تلك الكلمة التي قد باتت عكس مصلحته الآنية أو العاجلة لإن أخرجتم لنخرجن معكم يغرون صدور هؤلاء من بني النظير إذا أخرجكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنخرج معكم ولئن قتلت ولا نطيع فيكم أحداً أبداً تدبر معي في المفردات أبداً على التأبيد بمعنى آخر أن هؤلاء كانوا يعطون المواثيق والكلمات والالتزامات ولكن الغافل الذي لا يفهم الذي لا يتفطن إلى منطق هؤلاء كما يفطن القرآن العظيم من يقرأ هؤلاء لن يفهموا أبداً أن هؤلاء من المنافقين بضاعتهم الأقاويل لا إشكال عنده أن يقول ما يشاء قالوا وإن قتلتم لننصرنكم وإذا حصل قتال نحن من سننصر نحن من سنقف إلى جانبكم نحن من سنكون العضد والسند نحن سنفعل نحن نحن هكذا هم شعارات وتدبر معي في القرآن كيف يكشف عن تلك الوجوه الزائفة ويسقط كل الأقنع الزائفة التي كان يرتديها المنافقون صباحاً مساء وما يزال كما ذكرنا وندكر دوماً مجتمعاتنا مؤسساتنا تئم من أي شيء من وجود هؤلاء من المنافقين الذين يملؤون الدنيا بكلماتهم وثنائهم ومديحهم وتزيفهم للحقائق وتصويرهم الباطل على أنه حق والخطأ على أنه صواب وعين الصواب والشيء الأعوج المنحرف على أنه قمة العدل والطريق المستقيم هذا هؤلاء هكذا يعيشون هكذا لا يستطيعون أن يعيشوا بمصداقية ليس لديه الشجاعة الكافية لأن يقول كلمة حق أو يصدق أو يعبر عما في نفسه لا يمتلك هذه الشجاعة وكلما توغلت بذرة النفاق في قلبه كلما ازداد اززواجية وضمورا وبعدا عن الحق وجبنا وخوفا وتقاعسا وتراجعا قال والله يشهد إنهم لكاذبون يا لها من شهادة ولك أن تتخيل قرآن قبل قليل في الآيات في الكلام عن المؤمنين قال أولئك هم الصادقون لما علم ما في قلوبهم من الإيمان لما علم سرائر قلوبهم ونفوسهم وما في صدورهم ويقول الآن عن المنافق والله يشهد إنهم لكاذبون ما قيمة أن يشهد كل الخلق لإنسان بالعدل والصدق والأمانة والوفاء وفلان أحسن الناس ولكنه كتب عند الله جل شأنه شيئا آخر ما قيمة شهادة الناس تدبر معي في القرآن وانظر وتبصر وتأمل وتدبر وقل لنفسك وحاسبها يا نفس ماذا كتبتي عند الله وبما عرفتي عند الله جل شأنه وماذا سيشهد الله عليك وهو خير الشاهدين وهو أسرع الحاسبين وهو أبصر الناظرين ومن أصدق من الله قيل الله يشهد بما في نفسك ويشهد عليك وهو الشاهد وهو على كل شيء شهيد فماذا في قلبك من الصدق ليشهد الله بأنك صادق تدبر معي في هذه المعاني أنت لأجل أن تحقق أعظم الشهادات عند الله سبحانه لا تحتاج إلى مال كثير ولا تحتاج إلى كلمات منمقة ومزوقة ولا تحتاج إلى شيء إلا إلى الصدق معه سبحانه وتعالى فانظر فانظر فيما كان ويكون في قلبك وفي نفسك وإياك أن تكون ممن يلهث ويركض وراء شهادات الخلق فيك وينسى ماذا يشهد الله على ما في قلبه ماذا في قلبك حتى يشهد الله عليه الله حين يشهد سبحانه جل شأنه يشهد بما في قلبك فعلم ما في قلوبهم فياترى ماذا في قلبك حتى يشهد تدبر معي والله يشهد إنهم لكاذبون شهد الله على كذبهم لما اطلع على قلوبهم سبحانه وهو الأعلم بها فكان فيها النفاق والكذب والازواجية والاصطناع والتصنع والتكلف في كل شيء والآن ابدأ بمراجعة حساباتك راجع نفسك ولذلك نحن نقول دوما تقع على عاتق كل مسؤول صاحب مؤسسة صاحب مصلحة عامة ومن عينه وجعله الله في مكان يساءل فيه عن ذلك المكان انظر في من معك وراجع في حساباتك في من حولك ليس كل من يكيل لك الثناء والمتح تقربه وليس كل من يصدق معك في النصح وقد يكون النصح قاسيا في بعض الأحيان تبعده وعن بابك لا تدنيه ولا تقربه أنت بحاجة إلى النصح الأمين أنت بحاجة إلى الصادق وعلى فكرة الصادق لا يرفع شعاراً ولا يكتب على جبينه أنه صادق كلماته أفعاله أمانته صدقه تتكلم عنه قد يقول قائل طيب أو أي مسؤول من المسؤولين في مؤسسات مختلفة يعني أنا ماذا أفعل لدي حاشية ولدي طاقم ولدي فريق عمل أبحث عن كل واحد من هؤلاء عن صدقه وعن أمانته نعم تبحث عن صدقه وأمانته لابد أن تتفقد من تقرب هذه أمانة ستحاسب عليها لابد أن تتفقد من تقرب ومن تسر إليه بأسرار مؤسستك من يشير عليك من تشاورهم في الأمر من تقول له أشر علي يا فلان من يجلس إلى يمينك وإلى شمالك من ينقل لك الصور من ينقل لك الأحداث من يكتب ومن يقول وينقل لك الوقاع التي تحصل من حولك انظر إلى سيرة واحد كعمر رضي الله عنه كان رجل دولة بأكملها كان لا يكتفي بما قد عرف عن ولاته من أمانة وصدق وإيمان وإنما يرسل وراءهم العيون لأجل أن يتأكد وحيانا يذهب هو بنفسه يذهب في السوق ويذهب بين الناس ويكون مع الناس ومع عامة الناس ليسمع ليعرف ليتأكد هذه أمانة هذه مسؤوليات حطمت عشرات المؤسسات في مجتمعتنا وفي بلداننا من وراء أي شيء تسلط المنافقين على رؤوس المسؤولين وكيف يؤزونهم أزاء ويزيفون لهم الحقائق ويكلون لهم المتح والثناء هل هذا ما تريد؟ أتريد إنسانا يريك أنت حين تنظر في المرآة تريد مرآة صادقة تنقل لك وجهك كما هو حتى تصلح ما فيه؟ أم تريد مرآة مزيفة؟ تنقل لك صورة ليس بصورتك وإذا بك تذهب فترى عشرات الأشياء في وجهك ما رأيتها من خلال تلك المرآة المزيفة؟ المنافق مرآة مزيفة لا تنقل لك الحقائق تزور لك الحقائق قال والله يشهد إنهم لكاذبون تأكيدا في الحقائق لإن أخرجوا لا يخرجون معهم هؤلاء لا يمتلكون شجاعة هؤلاء أفعالهم تناقض أقوالهم اليوم أنت في مكان ومنطق قوة تدبر معي هؤلاء من بني النظير كانوا أصحاب قوة ومنع أموال وسلاح وحصون وقلاء كل شيء في أيديهم فلما كانوا في موطن القوة إذا بأولئك المتزلفين من المنافقين منهم يقتربون ولرضاهم يتبذلون ويبتغون ولكن حين تتغير موازين القوة ويصبح القوي ضعيف ويصبح الضعيف قوي يترى ماذا سيحصل لأولئك المنافقين لئن أخرجوا لا يخرجون معهم هؤلاء لا تصدق أفعالهم أقوالهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر يكيلون لك الوعود ولا ينجزون لك وعدا وعدوه أو قطعوه على أنفسهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم في ساعة الشدة ساعة المحنة تبحث عن هذا يا فلان يا فلان تجد نفسك أنت غارق لوحدك أين تلك الثل من المنافقين التي كانت تحيط بك؟ أين أولئك الذين ما كانوا يتركون مناسبة إلا ويحيطون بك كما يحيط السوار بالمعصم أين ذهبوا؟ أين تفرقوا؟ كيف تشتتوا؟ شتتتهم الدنيا التي جمعتهم عليك تدبر معي في هذه المواقف قال ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون هذه شكل من أشكال التأكيد لنفس المعنى في كتاب الله جل شان حتى لو بالفعل أرادوا أن ينصرهم القرآن يريد أن يسقط مهابة الذين كفروا من أهل الكتاب والمنافقين من قلوب المؤمنين أسقطهم لماذا يريد أن يسقطهم؟ لأن بالفعل كان هؤلاء أقوياء من الناحية المادية قوة عظمى بكل المقاييس بكل المعايير والقرآن جاء لأجل أن يقدم مقاييس ومعايير جديدة في معركة القوة القوة المعنوية القوة الإيمانية القوة القيمية ليست فقط القوة المادية تدبر معي في حاجة عالمنا المعاصر اليوم عالمنا المعاصر اليوم ما عاد يعرف ميزانا للقوة إلا القوة المادية فقط قوة المال وقوة السلاح فقط ومنطق القوة فقط قرآن لا يقلل من منطق القوة المادية ولكن إلى جانبها يحيطها بسياج من القوة المعنوية والقيمية والإيمانية ولك أن تتساءل لماذا القرآن يؤكد ضرورة أن يكون للقوة المادية والقيمية وجود في القوة المادية والحسية في المجتمعات الإنسانية لأن القوة المادية لوحدها إذا وجدت في أي مجتمع دون أن يكون لها غطاء ولا ستار ولا حماية ولا درء من القوة المعنوية والإيمانية طغت أصبحت طغيان تحولت إلى أداة ظلم وطغيان وتعسف وانظر إلى العالم الذين عيشوا فيه انظر إلى منطق الأقوياء الذين تجردوا من القوة القيمية انظر إلى منطقهم كيف يحكمون انظر إلى صورتهم كيف يتعاملون مع بني البشر أطفال صغار كبار شيوخ نساء يقتلون يهجرون يضيعون يسفكون دماء بأي منطق منطق القوة المادية فقط لماذا؟ لأنهم باتوا يمتلكون القوة المادية الخالية من درء القوة القيمية والمبدئية والإيمانية الإنسان بدون إيمان بدون قيم بدون مبادئ بدون أخلاق يضغى وإذا طغى حول هذا العالم الذي نعيش فيه إلى جحيم أشعل الحروب أينما كان أشعل الفتن أينما حل أوغل في الناس قتلا وسفكا وظلما وطغيانا ما الذي يربطه؟ ما الذي يعيده إلى جادة الصواب؟ القيم المبادئ الإيمان من هنا كان تأكيد القرآن مرة بعد مرة على دور القوة الإيمانية فأسقط المهابة من قلوب المؤمنين حول هؤلاء لجل أي شيء؟ لجل أن يقول للمؤمن أبر الزمن ليس فقط في عهدي وفي مجتمع المدينة الفتي فحسب أنك قوي بإيمانك لا تنظر إلى أسلحتهم ولا تنظر إلى حصونهم ولا إلى قلائهم انظر إلى ما وقر في القلوب من الإيمان أو عدمه تدبر معي في القرآن لجل أي شيء؟ لأجل أن تدرك أن قوتك في إيمانك وأن مفتاح النصر في صدقك مع الله سبحانه وتعالى فإذا تمكنت من تلك المفاتيح عليك بأسباب القوة المادية تدبر معي في القرآن ثم إذا بالآيات تكشف جوانب أخرى كلها تصب في ذات السياق الذي نتكلم عنه إسقاط مهابة أولئك الذين يمتلكون القوة المادية من قلوب المؤمنين نزع تلك المهابة لجل أي شيء؟ فقط لأجل مجتمع المدينة أبدا لكل الأجيال المختلفة واحدة نحن نعلم جميعا وهذه معروفة في قواعد الحرب في قواعد والتكتيك الاستراتيجي في العمليات العسكرية يقال دائما وأبدا واحدة من أعظم نقاط الانتصار والظهور على الأعداء القوة المعنوية الثقة بالنفس ولذلك إذا أراد عدوا أن يهزم عدوه أول ما يقوم به الحرب النفسية والمعنوية الحرب النفسية ألفت فيها كتب ومؤلفات حرب النفسية بمعنى أن تشعر الطرف الآخر أنه قد هزم فإذا هزمته في نفسه هزم في واقع المعركة القرآن يقوي من عزائم المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان لأجل أي شيء لأجل أن يجعل هؤلاء الذين يواجهونهم بنفاقهم وكفرهم وظلمهم وطغيانهم لا يساون شيئا في نظر المؤمنين تدبر معي في التكتيك تدبر معي في القرآن كيف يعلم كيف ينشئ كيف يدرب الناس على هذه الخطوات العظيمة الصالح لكل مكان ولكل زمان لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون تدبر معي في القرآن ودقة المفردات القرآنية أنتم أشد رهبة في صدورهم أنتم من؟ أنتم من هؤلاء البسطاء المتواضعين في إمكانياتكم المادية أشد رهبة في صدورهم؟ والرهبة ليست مجرد خوف الخوف خوف من شيء ترقب توجس الرهبة إلى جانب الخوف فيها مهابة وفيها تعظيم السؤال الذي يطرح نفسه هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المنافقين أصحاب السلاح والمال والقوة المادية يهابون ويرهبون أولئك البسطاء المتواضعين من المهاجرين والأنصار الذين كان الواحد منهم تمر عليه الليلة والليلتان ولا يجد ما يسكت جوعه وما يشبع بطنه كما يقال هؤلاء من البسطاء يشكلون كل هذه القوة في نظر هؤلاء هؤلاء يمتلكون كل شيء بموازين القوى المادية يهابون ويرهبون أولئك البسطاء المتواضعين كيف؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله تدبر معي جاء القرآن هنا بلفظة الصدر وقلنا نحن في مرة سابقة القرآن يفرق في مفرداته بين الصدر وبين القلب وبين الفؤاد والعقل كل وحدة يستعملها استعمال في موضعه وفي السياقه الصدر المكان الذي يكون مكمن المشاعر والنواية والسرائر القلوب مكان الاعتقاد ولذلك القرآن يحتفي بها ويعطيها المكان الكبير العظيم لأن الصدر هذا في المكمن في الداخل غائر ذات الصدور في الأعماق حيث تكون الخفايا التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى القلب فيه الاعتقادات القلب فيه المعتقدات من إيمان من نفاق من كفر من مشابة الفؤاد يتلقى المعلومات والمشاعر والقلب هو الذي يحتويها ويحولها إلى اعتقاد أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله تدبر معي في الصدر لا يمكن أحد أن يحيط به أبدا إلا الرب الذي عليم بذات الصدور أشد رهبة في صدورهم من الله يبقى السؤال مطروحا هؤلاء لماذا لديهم كل الموازين مقلوبة كل المقاييس والمعايير قلبت رأسا على عقد الله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض الذي يحيي ويميت الله لم يعملوا له حساب ويعملون ألف حساب لأولئك البسطاء المتواضعين من المؤمنين المهاجرين والأنصار قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون تدبر دقة المفردة ألفقوا غير العلم ألفقوا غير العقل ألفقوا دقة الفهم الفطنة الروية التبصر أن تربط أمرا غائبا عن حسك بما هو مشاهد لديك فيه تركيب فيه تفكيك فيه ربط ما بين السبب والمسبب ما بين الظاهر وما لا تستطيع أن ترى الغيب تدبر معي قال ذلك بأنهم قوم لا يفقوا لو فقهوا حقيقة لأدركوا أن الذي ينبغي أن يعمل له ألف حساب وحساب هو الرب العزيز الحكيم الذي بيده مقاليد كل شيء هؤلاء من الكفار والمنافقين أسقطوا الله جل شأنه سبحانه من كل حساب لا يراقبونه في عمل ولا يراقبونه في سرائرهم وهو المطلع عليها ولا يراقبونه في أقوالهم ولا أفعالهم ولا قيامهم ولا قعودهم ولا سكناتهم ولا حركتهم يا لها من حياة بئيسة يا له من شقاء وأنت وأنا نعلم جيداً أن هناك بعض الناس يعمل حساب لكل الناس ماذا قال عني فلان وفلان ماذا يتصور عني وما هو رأي فلان فيه ويبحث عن رضا هذا ويبحث عن رأي ذاك ويريد أن يحصل على رضا الناس بكل الوسائل المختلفة ولكنه نسي في خضم من جغاله برضا الناس أن الذي ينبغي أن يسعى لرضاه حقاً هو الله سبحانه وتعالى فماذا تقول عن ذاك الإنسان لا يفقع لو فقع حقاً لأدرك أن الذي ينبغي أن ينفق الليل والنهار سعياً وابتغاء لمرضاته هو الله الواحد والأحد ولذلك المؤمن هو الذي يكون شديد الرهبة والمهابة والخشية من الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لماذا؟ لأنه أدرك لأنه يعرف لأنه يفهم لأنه يفقه أما هؤلاء لا يفقهون لو كانوا يفقهون حقاً لما كانوا يعملون حساباً لهذا وذاك ولا يعملون حساباً للرب الذي يطلع على سرائرهم ويعلم ما في قلوبهم وما في صدورهم قال لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة تدبر معي في ربط القرآن هذا التخبط الذي يعيشون فيه تلك العشوائية التي يعيشون فيها تلك الزواجية ذلك الاضطراب في المقاييس والمعايير دعك من شهاداتهم اترك عنك الثقافة والإحاطة والشمولية والعلم والاستراتيجية التي يتميزون بها ويتشدقون بها وصفهم القرآن لا يفقهون إنسان الذي يفقه شي طبيعي أعظم ما يقوم به إن كان يفقه حقاً ما يصح دنياه وآخرته أما لمن لا يصح دين ولا دنيا ولا آخرتة فقل لي بالله عليك بأي مقياس تحسبه يفقه أو يفهم ولو وصف وحاز على أعلى الشهادات والرتب في الدنيا لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصن تستمر الآيات في كتاب الله في سورة الحشر في إسقاط المهابة لهؤلاء من قلوب المسلمين ليس فقط لجيل ومجتمع المدينة فقط لكل الأجيال حرب حرب نفسية شنها القرآن العظيم على هؤلاء أسقطهم من حسابات المؤمنين وذكرنا ونذكر واحدة من أعظم موازين القوى التي تواجه بها عدوك أنك تسقط من قلبك ومن نفسك الخوف من الرعب من المهابلة تعطيه حجمه الحقيقي لا تعطيه أقل من حجمه ولا تعطيه أكبر من حجمه واحدة من أكبر مآسين اليوم التي جرت على عالمنا الإسلامي الهزائم والويلات والنكبات أننا أعطينا لأعدائنا أحجام مهولة أحجام استثنائية فائقة ولكنهم ليسوا كذلك أعطيناهم أحجام وأماكن لا تليق بهم أمننا لهم ألف حساب وحساب كبرنا الحجم أنت تنظر على سبيل المثال في السيارة وأنت تقود السيارة في المرأة التي على الجانب وضعت علامة بسيطة علامة صغيرة يقول لك هذه المرأة تعطيك الأشياء بحجم أكبر من حجمها الواقعي أو الطبيعي حتى تأخذ حذرك فقط ولكن انتبه هذا الحجم ليس هو الحجم الحقيقي تدبر معي في القرآن ولله المثل الأعلى هؤلاء من الأعداء قديما وحديثا إذا أنت كبرت قدراتهم وطريقتهم في التفكير وعلمهم وما استراتيجياتهم وأسلحة وأصبحوا شيء كبير فإذا ما كبر ذلك الشيء حتى أصبح غولا أو وحشا كبيرا أو عملاقا في قوته طبعا أنت تنظر إلى نفسك فترى أنك أنت لا شيء مقابل ذلك العملاق ولكن قل لي بالله عليك من الذي صنع ذلك العملاق من الذي صوره بتلك الصورة الخيالية الغارق الضاربة في الخيال والبعد عن الواقع انظر إلى القرآن كيف يعالج الأمور لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة يخافون منكم وهذه المؤشرات بمعنى آخر لو كان هؤلاء من أصحاب المال والأعمال والسلاح من بني النظير لا يخافون منكم لماذا لا يبرزون إليكم لماذا لا يخرجون من قلائهم وحصونهم ويلاقونكم وجل وجه يخافون منكم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر جدر جمع جدار ثمت حوائط حواجز يقومون بها لأجل أي شيء يخافون الملاقات يخافون المواجه تدبر معي يملكون كل هذه الأسلحة وكل هذه القوى المادية ومع ذلك يخافون أن يواجهوكم من أين جاء ذلك الخوف؟ من شيء واحد هم موجود في قلوبكم وهم قد حرموا من ما هو الإيمان؟ قلوبكم تبوأه لإيمان بالله سبحانه لذلك المنافقون في آية أخرى في سورة أخرى يقولون عن المؤمنين غر هؤلاء دينهم يعتبر غرور لما رأوا كيف أن المؤمنين يقدمون في الحروب وفي ملاقات العداء وكأنهم يمتلكون كل القوى المادية في الأرض وهم لا يمتلكون إلا أبسط الأشياء المادية فقالوا عنهم من المنافقين غر هؤلاء دينهم مسألة ليست غرور ولكن هذا الدين لما كان الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته أمرا أصيلا فيه مبدأا من مبادئه فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان المؤمن ثابت راسخ لا يخاف شيئا رزقه بيد الله أجله بيد الله ماله بيد الله أولاده بيد الله الموت الحياة كل شيء بيد الله هذا الطرف الآخر ليس بيده شيء فلما أدرك المؤمن ذلك وتيقن به سقط كل الخلق من حساباته وبات لا يعمل حسابا إلا لرب الخلق سبحانه فازداد مهابة في نفوس أعدائه لأنه لا يخاف شيئا تدبر معي في المعنى قال بأسهم بينهم شديد تدبر معي في القرآن كيف يعطيك أمورا تكتيكية لن تجدها مهما امتلكت من وسائل ومن أجهزة معلوماتية بأسهم بينهم شديد القرآن يستعمل مفردة البأس وصف الحديد بأنه فيه بأس شديد وصف أصحاب مملكة سبأ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قوة عداوة صلابة إناد بأس قوة في الحرب ولكن في هذا السياق بأسهم بينهم شديد ما كان يقع بين الكفار وبين المنافقين من علاقات العلاقات بينهم والعداوة والبغضاء ممزقة فجاء بمفردة بأس بأس أشد في هذا الموضع من العداوة تدبر معي بأسهم بينهم شديد ولك أن تتساعل إذا كان بأسهم بينهم شديد كيف اجتمعوا على قتال أهل الإيمان؟ جمعتهم مصدحة واحدة موقف واحد فقط هو الذي يجمعهم عداوة المؤمنين أما كل شيء آخر يفرقهم ويشتتهم لماذا بأسهم بينهم شديد؟ هؤلاء جمعتهم الدنيا وكل الناس الذين تجمعهم الدنيا لا تلبث تلك الدنيا التي جمعتهم أن تفرقهم أشتاعة تدبر معي في القرآن بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا يتراء لك في الظاهر أنهم على قلب رجل واحد وتدبر في القرآن كيف يكشف لك عوراتهم كيف؟ قال لك بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تدبر في دقة المفردة القرآنية جاء بالقلوب هنا لماذا جاء بالقلوب؟ هل الموقف موقف قلوب؟ لماذا يأتي القرآن بذكر القلوب في كل موطن وفي كل موضع وهو يتكلم عن الحرب؟ الحرب واللقاء لقاء قلوب وليس لقاء أقدام ولا لقاء أسلحة اللقاء بالقلوب فانظر ماذا في قلبك حين تلقى أدوك تدبر معي في القرآن كيف يعلمك مواجهة التحديات والصعوبات الخارجية تفقد قلبك إذا كان القلب واهيا لم يعزز بالإيمان ولم يقوى بالتوحيد ولا بمهابة الله جل شأنه فقل لي بأي قلب ستواجه عدوا ولو كنت مدججا بالسلاح وهؤلاء من المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب قلوبهم خوت من الإيمان بالله أنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله فأن لتلك القلوب ولو دججت بأشكال الأسلحة وأنواعها المختلفة أن تهزم عدوا أو تواجه أحدا ضعفت وهزمت هزمت حين خلت من الإيمان بالله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى القلوب متفرقة ولك أن تتساءل ما الذي جعل قلوبهم شتى وتدبر مع القرآن استعمل لفظة شتى ومفردة شتى في القرآن سعيكم لشتى ويستعمل أيضا أشتات شتى تعني الإختلاف المقابل للإئتلاف شتى والأشتاد تفرق مقابل للتجمع هؤلاء قلوبهم شتى لأن الحديث عن القلوب وليس عن أبدان ولا أجساد قال قلوبهم شتى اختلفت القلوب فإذا اختلفت القلوب وتنافرت القلوب ولماذا تنافرت قلوبهم؟ ما تجمعه الدنيا تفرقه الدنيا وما يجمعه الله على ذكره وطاعته لا تفرقه الدنيا ولو اجتمعت عليه تدبر في هذه المعاني العظيمة هؤلاء قلوبهم شتى اختلفت قلوبهم لتباين مصالحهم وتضارب أهوائهم أصحاب الدنيا وأصحاب المصالح وأصحاب الأهواء تقلبهم الأهواء تغيرهم النوازل والحوادث تبدلهم الأمزجة يصبح صديقا ويمسي عدوا يصبح مرافقا لك ويمسي معاديا لك يصبح وهو يثني عليك أشد ثنى ويكيل لك أجمل عبارات المديح وقد يمسي وهو يكيل لك أقضع الشتائم والسباب لماذا تغيرت وتبدلت المواقف تبدلت المصالح تدبر معي في القرآن كيف يكشف كيف يظهر الحقائق هي الحقائق هذه قاسية صح ولكن هذه القسوة هي عين الرأفة والرحمة ولا تخلو الآية العظيمة مطلقا من تحذير المؤمنين من الاختلاف صحيح ويتكلم عن المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب ولكن في سياق التحذير للمؤمنين إياكم إياكم أن يصبح بأسكم بينكم شديد إياكم أن تصبح قلوبكم شتى أتدبر معي واربط بالآية التي جاءت قبلها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون خفة العقل وسفاهة العقل هي التي تدفع بالناس إلى الاختلاف والتفرق قوة العقل والحكمة هي التي تدفع بهم إلى الاجتماع والإئتلاف لا يمكن أن يكون هناك نصر حقيقي دون أن يكون هناك اجتماع وإتلاف وترابط ولا يمكن أن يكون هناك هزيمة دون أن يكون هناك ثغارات للتفرق والتنافر وعدم الإئتلاف وقد علم الأعداء منذ قديم الزمن أن المسلمين لا يمكن أبداً أن يتخاذلوا أو يهزموا دون أن يفك الارتباط بينهم وبين كتاب الله جل شأن فإذا فك الارتباط بينهم وبين كتاب الله وما عادوا يقرؤون الكتاب ما عادوا يفهمون وما عاد لهم مصدر للمعرفة ولا مصدر للنور ولا مصدر للإبصار الحقيقي هذا بصائر للناس فلما انقطع سبيل البصائر عاد المؤمن يتخبط يميناً وشمالاً فتفرقوا بعد أن كانوا أمة واحدة وتمزقوا بعد أن كانوا صفاً واحداً فإذا ما تمزقوا وتفرقوا وتشتتوا استطاع العدو أن يأكل منهم كما يشاء وكما يريد تدبر معي في القرآن تدبر معي في القرآن كيف يربي كيف يعلم هذا الكلام صحيح عن المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب ولكن كل آيات الكتاب التي جاءت في سياق الحديث عن مواصفات هؤلاء جاءت في بيان التحذير للمؤمنين من أن تتفرق القلوب أن تتمزق الوحدة وكيف تتفرق القلوب لا شيء يفرق القلوب كالدنيا انظر إلى حال بعض الأسر في مجتمعاتنا الأخ لا يتحدث إلى أخي الأخت لا تكلم أختها سنوات سل هؤلاء جميعاً ما الذي فرقكم وما الذي شتتكم يقولون لك مراث أبي وأكل مراث أمي وأكل مني المال الدنيا لا يفرق ولا يشتت إلا الدنيا واربط معها بالآيات التي جاءت تتحدث عن شح النفس في كلمتين الشح هو الذي فرق انظر الآن إلى أحوال أمم أمم كانت قوية كيف هزمت كيف دكت عروشها كيف هزمت أمام أعدائها كيف كشفت ظهورها بالتفرق بالتمزق تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتة وتدبر في دقة المفرد القرآني شتة ولماذا جاء بالقلوب ما قال أجسادهم شتة لا لأن ممكن الأجساد والأبدان تكون مجتمعة في صف واحد ولكن ليس الإشكال في جمع الأبدان ولا في اجتماع الأبدان أكبر إشكال وأعظم تحدي في اجتماع القلوب وأخطر مرض أن تكون الأبدان مجتمعة متقاربة وتكون القلوب متنافرة أخطر المخاطر ولذلك انظر في دقة المفردة قال وقلوبهم شتة القلوب تقول لي وأن لنا بجمع القلوب مرة أخرى القلوب لا تجتمع إلا إذا اجتمعت على الإيمان بالله سبحانه طبيعة القلوب لا تجتمع إلا على الآخرة لا تجتمع إلا على ذكر الله سبحانه وتعالى لا تجتمع إلا على الإيمان لا يجمعها إلا الإيمان هذه واحدة من عطاءات وثمرات الإيمان أرأيت الحب في الله؟ حب في الله أرأيت كيف يجمع القلوب؟ المتباعدة أرأيت كيف يجمع بين المتخاصمين؟ أرأيت كيف يصلح القلوب ولو كانت قد تدابرت؟ الحب في الله ما الذي جعل الحب في الله يجمع القلوب؟ لأنه حب لم ينبني على مصالح زائفة ولا على قضايا عاجلة من قضايا الدنيا لله في الله وما يجمعه الله لا تفرقه الدنيا وما تجمعه الدنيا تفرقه الدنيا ولا يجمعه إلا الذي يجمع القلوب على كلمة سواء الله الذي لا ينبغي الإيمان إلا به وحده سبحانه جل شأنه تريد قلوبا تجتمع على كلمة واحدة عليك بالإيمان بالله تريد قلوبا تلم حول مائدة واحدة عليك بكتاب الله تريد أن تتخلص من كل تلك الإشكاليات التي باتت تعصف بأسرنا ومجتمعاتنا عليك بكتاب الله لا يجمع إلا هذا الكتاب ولا يفرق إلا ما كان بعيدا عن هذا الكتاب العظيم كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته